تصعيد النظام السوري في منطقة خفض التصعيد جنوبي البلاد يبدو أنه سيأخذ منحا تصاعديا في ظل غياب بوادر لحل سياسي تتفق عليها مختلف الأطراف ويجنب المنطقة حربا واسعة وإذا كان البعض يرى أن النظام يسعى جهدا لمكسب ميداني في سبيل الخروج بتسوية مشابهة لبقية المناطق التي دخلها خلال العام الجاري إلا أن الواقع الميداني في المنطقة الجنوبية وتضارب المصالح الإقليمية والدولية حولها يزيد من تعقيد الأمور ويحاول النظام لليوم الثاني على التوالي التقدم في ريف درع الشرقي والقنيطرة حيث أدى القصف العنيف إلى فقدان عدد من المدنيين لحياتهم وجرح آخرين قوات النظام مدعومة بميليشيات محسوبة على إيران كثفت هجمتها على مواقع للفصائل في منطقة مثلث الموت الواقعة بين ريف دمشق الجنوبي ومحافظتي درع والقنيطرة ما أدى إلى نزوح عائلات من مدينة الحارة وكفر شمس للمناطق الأقل قصفا بحسب ما أفاد به ناشطون فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 12 ألف شخص نزحوا من الجنوب بسبب هجمات النظام الأخيرة في غضون ذلك استهدفت قوات النظام بقذائف المدفعية مناطق في بلدة نبع الصخر في القطاع الأوسط بيري في القنيطرة بالتزامن مع تصاعد القصف في ريف درعا الذي شهد اشتباكات عنفة مع الفصائل المسلحة على محاور في جبهة الصمى القريبة من الحدود الإدارية مع السويداء في المقابل استهدفت الفصائل رتلان عسكريا لقوات النظام السوري قرب بلدة خربة غزالي شمال الشرقي درعا وبحسب ما نقلت مواقع مقربة من الفصائل عن مصادر عسكرية فإنه من المرجح أن توسع قوات النظام عملياتها في الجنوب على ثلاثة محاور الأول باتجاه مدينة الحارة وتلها والثاني من أحياء درعا باتجاه معبر نصيب أما المحور الثالث يتركز على بلدة بصر الحرير والتي تشكل السيطرة عليها عزل منطقة اللجات بشكل كامل عن باقي مناطق الريف الشرقي لدرعا وفي الأثناء شكلت عدة فصائل مسلحة في محافظة القنيطرة غرفة عمليات مشتركة باسم غرفة النصر المبين بعد ساعات من دماج فصائل درعا في غرفة عمليات مركزية موسيقى موسيقى